بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد سأتحدث لكم في هذا اللقاء وفي لقائين قادمين بإذن الله تعالى عن الآثار المترتبة على عقد النكاح وأعني بهذه الآثار الحقوق والواجبات المترتبة على عقد النكاح سواء ما كان منها خاصا بالزوجين أو بأحدهما أو بالأولاد أو بالوالدين وسأبدأ الحديث في هذا اللقاء بالكلام عن حقوق الزوجين فأقول مستعينا بالله جل وعلا الإسلام دائما ما يتشوف ويتطلى إلى استقرار واستمرار الأسرة التي تكونت بسبب عقد النكاح وهذا في الغالب لا يتم حتى يقوم كل من الزوجين بدوره المناط به والرجل والمرأة كلاهما مؤهلان بحكم الفطرة للقيام بهذه المهمة داخل كيان الأسرة وإذا قام كل منهما بدوره اكتملت بإذن الله تعالى مقومات البقاء والاستمرار للأسرة وتحقق الاستقرار وعاش الزوجان في سعادة وهنى والمتأمل في الحقوق التي شرعها الله جل وعلا لكل واحد من الزوجين يرى فيها كمال علم الله تعالى وحكمته وكمال عدله ورحمته وأنه سبحانه وتعالى قد منح كل من الزوجين من الحقوق ما تقوم به هذه الحياة الزوجية على أكمل وجه وأتم حال والحقوق الزوجية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام حقوق مشتركة بين الزوجين وحقوق للزوج على زوجته وحقوق للزوجة على زوجها فأما الحقوق المشتركة بين الزوجين فهي كثيرة وسأجملها فيما يلي أول هذه الحقوق حسن العشرة وإحسان الصحبة وأداء الحقوق وكف الأذى كما قال الله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف وأساس العشرة الحسنة المعروف ويكون بالبعد عما ينفر والسعي إلى ما يرضي والإخلاص في أداء الواجب مع العطف والتسامح والتلطف في الحديث واحترام رأي الزوجة وإشاعة الأنس وأن لا يعبس في وجهها بغير ذنب وأن يكون متلطفا في القول غير فض ولا غليظ لأن هذا من المعروف المأمور به في الآية الكريمة التي ذكرتها آنفا وهنا أنبه إلى قضية مهمة وهو أنه يقع على الزوج عبء المعاشر بالمعروف أكثر من الزوجة لأن الزوج هو الركن الأول والأساس في الحياة الزوجية وهو مطالب برعاية الزوجة وإكرامها وصونها والحفاظ عليها ومقتذى ذلك أن يكون للزوج من الحكمة والكياسة والفطانة والمرونة وسعة الصدر ما يستطيع به أن يتعامل مع زوجته ولذلك حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على توجيه الزوج إلى المنهج السوي في معاشرة المرأة فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف المشهور الصحيح استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإذا ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا ومن هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميزان التفاضل في الخلق عشرة الرجل الحسن لنسائه فقال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائه أما الحق المشترك الثاني وهو حل الاستمتاع وإعفاف كل من الزوجين للآخر قال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومعنى هذا أنه يحل لكل واحد منهما أن يتمتع بالآخر في الحدود التي شرعها الله جل وعلا وقد اتفق أهل العلم على أنه يجب على الزوج أن يعف زوجته من الناحية الجنسية حتى لا تقع في الحرام فيحرم عليه أن يشغل كل وقته بعمل أو حتى بغبادة لأنه يعرضها بذلك إلى الفتنة من الحقوق المشتركة أيضا بين الزوجين التعاون على طاعة الله عز وجل والتناصح في الخير والتذكير به وهذا لا يقتصر على العبادة فقط بل يشمل العبادات وغيرها من أمور الدنيا من الحقوق أيضا المترتبة على عقد النكاه حرمة المصاهرة وبمجرد تمام عقد الزواج الصحيح فإنه يحرم على الزوج أصول المرأة وبعد الدخول بها يحرم عليه فروعها كما يحرم على المرأة أصول الرجل وفروع بمجرد العقد أيضا من الحقوق المشتركة بين الزوجين ثبوت نسب الولد فإذا تم العقد الصحيح وحدث الإنجاب فيثبت نسب المولود إليهما ولا يصح لأحدهما أن يتنازل عن هذا الحق حتى لا يضيع حق المولود من الحقوق أيضا المشتركة الإرث بين الزوجين حق التوارث فيرث الزوج زوجته كما ترث الزوجة زوجها وقد بيّن الله تعالى ميراث كل من الزوجين بالتفصيل في كتابه الكريم وهذا الحق يعني حق التوارث يثبت لكل منهما بمجرد عقد الزواج أيضا من الحقوق المشتركة بين الزوجين وهذا أمر مهم وإن كان أمرا شكليا لكنه في حقيقتي أمر مهم وخاصة في هذا الزمن وأؤكد عليه في الجانبين جانب الزوج وجانب الزوجة وهو قضية التزيّن والتجمل للآخر فكما أن الرجل يعجبه أن يرى زوجته جميلة مرتبة نظيفة مطيبة فكذلك الزوجة يعجبها أن ترى زوجها متجملا لها متزيّنا لها بحكم الفطرة السليمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بنات المسلمين وشباب المسلمين لكل خير وأن يؤلف بين قلوب الأزواج والزوجات إنه جل وعلا قادر على هذا وهو وحده المستعان وعليه التكلان والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر